السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نظر في هذه الحلقة متى نالجأ لقياس نسبة اليوريا أولا قبل البداء بعلاج جديد عند الإصابة بمرض من أمراض الكلا وأيضا نقوم بالفحص عند تغير كمية البول أو وجود بول أحمر أو بني أو رغوي والشعور بألم أثناء التبول ولدينا أيضا تورم اليدين أو القدمين أو البطن أو الوجه أو حول العينين وأيضا آلام في الظهر والعظام والمفاصل وأيضا تجنج الحضلات وقد يتم فحصها بسبب العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلا وهي وجود تاريخ عائلي لأمراض الكلا أمراض القلب والضغط السكري مستوى اليوريا الطبيعي الرجال من 8 إلى 24 ميلي جرام النساء من 6 إلى 21 ميلي جرام أتمنى لكم دوام الصحة والعافية